فيديو يوثق لحظة سقوط ليامفاين من الشرفة أغمي عليه قبل سقوطه مباشرة وما حصل معه مرعب زعمت صحفية أرجنتينية أن اللحظة المروعة التي سقط فيها النجم العالمي ليامفاين من شرفة فندقه في الطابق الثالث في بوينس آيرس قد تم التقاطها بواسطة كاميرا مراقبة وكان النجم وان ديركشن السابق قد لقي حتفه هذا الشهر بعد سقوطه من مكان إقامته في فندق كازاسور في بوينس آيرس الأرجنتين حيث كان النجم يتواجد هناك من أجل حضور حفل صديقه القديم نيل هوران مع صديقته كيت كاسيدي في بداية الشهر وادعت الصحفية داباولا فاريلا أن الكاميرات وثقت اللحظة المأساوية حيث أظهرت اللقطات سقوط المغني بعد أن أغمي عليه على الشرفة لكنها كشفت أن السلطات أبقت الأمر سرا كما دعت الصحفية البالغة من العمر 45 عاما في برنامج تلفزيوني أرجنتيني شهير أن عاملة ليلية في فندق كازاسور التي أقامت علاقة وثيقة مع ليامباين كانت محور تحقيق مستمر من أجل تحديد من زوده بالمخدرات المشتبه في أنها ساهمت في وفاته في 16 أكتوبر وقالت فاولا في البرنامج الذي يبث على قناة كنال 13 التلفزيونية في بوينس آيرس هناك لقطات لم يتم نشرها لوسائل الإعلام مع مشهد الشرفة حيث ترى أن ليامباين يغمى عليه ويسقط بشكل مأسوي بسبب مكانه من تلك الشرفة لو كان بجانب سريره لكان قد سقط على سريره وأضافت لم يقفز عمدا كما قالت بعض المواقع العالمية هذه اللقطات موجودة في ملفات القضية الرسمية هناك شاب قيد التحقيق كان يعمل ليلا في الفندق أقام علاقة ممتازة مع ليام لقد عصى أمرا من إدارة الفندق ما هو الأمر الذي عصاه؟ كان الأمر بعدم إدخال أي شيء إلى غرفة ليامباين وقال ممثل الإدعاء في بيان بعد وفاة ليامباين إنهم يعتقدون أنه كان في حالة من فقدان الوعي الكامل أو شبه الكامل كان في حالة ذهنية ناجمة عن مادة ما عندما سقط تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين